تعد الثعالب أحد مجموعات الحيوانات الثدية كما تعد الثعالب أحد أعضاء عائلة الكلاب بحيث تشبه الكلاب الصغيرة ومتوسطة الحجم وتتميز الثعالب بذيولها الطويلة ذات الفراء الكثيفة والأذنين المدببة والأنف الضيق كما يغطي جسدها الفراء وتضم عائلة الثعالب العديد من الأنواع المختلفة مثل الثعلب الأحمر والثعلب الأمريكي الشمالي والثعلب الأمريكي الجنوبي والثعلب القطبي الشمالي وثعلب الفنك يعد ثعلب الفنك أصغر أنواع الثعالب ويتميز بأذنيه الكبيرتين وحجمه الصغير نسبيا إذ يصل طول أذنيه إلى ستة بصات فهي تساعده على تحديد موقع الفريسة في الليل كما تساعده في التخلص من الحرارة أثناء الساعات النهار ويتراوح طول هذا الثعلب ما بين 24 سم إلى 41 سم أيضا لديه ذيل طويل بشكل ملحوظ والتي يتراوح في طوله من 18 سم إلى 31 سم يبلغ وزن ثعلب الفنك حوالي 1 كيلو جراما 1.5 كيلو جراما 2.2 رطل 3 رطل بينما تبلغ سرعته القصوى نحو 40 كيلو مترا ساعة 25 ميلا في الساعة وتتراوح أعمار هذا النوع من الثعلب ما بين 10 إلى 14 سنة يتراوح طول قفزات الثعلب الفنك ما بين 61 سم إلى 120 سم فعلب الفنك هو حيوان آكل للحوم والنباتات حيث يعتمد أساس نظامه الغذائي على الحشرات والقوارض والنباتات والفواكه والزواحف والبيل يستوطن ثعلب الفنك الصحاري الرملية وبعض المناطق في شمال إفريقيا له فراء ملون باللون الرملي يساعده على التخفي ليظل غير مرئي بين الحيوانات المفتبسة الفنك له فرو سميك مما يساعد في إبقاء الجسد بارد في النهار ودافئ خلال الليالي الباردة آذانه الكبيرة تساعده على تنظيم حرارة الجسم وتساعد في الشعور بالاتزان مع درجات الحرارة الباردة يتم ذلك عن طريق مرور الدم بالقرب من الجلد في الأذن مما يساعد على تبديد الحرارة ومن المعروف إن ثعلب الفنك يعيش في المجتمعات الصغيرة معا والتي يبلغ عددها حوالي عشر فعالي ثعلب الفنك هو حيوان ليلي بما يعني أنهم ينامون في البحور خلال فترة النهار ويبحث على الغذاء فوق سطح الأرض عندما يحل الظلام ثعلب الفنك لديه القدرة على التكاثر مرتين في السنة ولكن معظم إناث ثعلب الفنك تولد مرة واحدة فقط في السنة تلد أنثى ثعلب الفنك من ثلاث إلى أربع ثعالب صغار بعد وقت الحمل الذي لا يتجاوز الخمسين يوم وتظل الأمهات بجوار صغارها حتى الفطام الذي يتراوح من ستين إلى سبعين يوم إذ يخرب الذكور باحثين عن توفير الطعام لأسرتهم وتنضب الصغار جنسيا بعد حوالي بلوغ عشرة شهور من العمر يعد ثعلب الفنك من الحيوانات الجميلة التي يمكن الاحتفاظ بها وتربيتها كحيوانات أليفة كما تتشابه ثعالب الفنك مع الكلاب بشكل كبير ونظرا لعدم كون هذه الثعلب من الحيوانات المستأنسة فيجب تنشئة هذه الثعلب تنشئة اجتماعية دقيقة وخصة